بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربائية كم 233 مواصل في الوحدة الثالثة وهي وزن معادلات الأكساد والاختزال أوزن هذه المعادلة في وسط قاعدة بطريقة نصف التفاعل هذه هي المعادلة المطلوب وزنها يجب أن نتبع خطوات محددة لوزن هذه المعادلة الخطوة الأولى هي أن نكتب نصفي تفاعل الأكساد والاختزال كل على حدة ولكن كيف نكتب نصفي التفاعل؟ يجب أولا أن تحسب عدد الأكساد لكل ذرة في المتفاعلات والنواتج لتعرف أين الأكساد وأين الاختزال عدد الأكساد للكالسيوم هنا هو صفر وفي النواتج هو موجب اثنين إذن حدثت عملية أكسادة للكالسيوم بينما عدد الأكسادة إذا حسبت للنايتروجين في المتفاعلات هو موجب خمسة وعدد الأكسادة للنايتروجين في النواتج هو صفر وهذا نقصان في رغم الأكسادة إذن حدثت عملية اختزال للنايتروجين إذن الآن نستطيع كتابة نصفي التفاعل هنا اختزال وهنا أكسادة الخطوة الثانية هي وزن الذرات التي حدثت لها أكسادة واختزال نلاحظ أن عدد زرات النايتروجين هنا اثنين وهنا واحد إذن هذه المعادلة يجب أن تضرب في اثنين فعلا ضربنا في اثنين لنساوي عدد زرات النايتروجين بينما في تفاعل الأكسادة عدد الزرات متساوي نذهب إلى الخطوة الثالثة وهي وزن الأكسجين الأكسجين يوزن بإضافة جزيئات ما إلى الطرف الناقص يوجد ست ذرات أكسجين في المتفاعلات بينما النواتج لا تحتوي على أي أكسجين إذن يجب إضافة ستة جزيئات ما إلى النواتج بينما تفاعل الأكسادة لا يحتوي على أي أكسجين نذهب إلى وزن الهايدروجين وهنا يجب أن تنظر هل الوسط قاعدي أم حمضي واضح أن الوسط قاعدي حسب ما هو معطى في السؤال الهايدروجين في الوسط القاعدي يوزن بإضافة جزيئات ماء إلى الطرف الناقص وجزيئات هايدروكسيد إلى الطرف الآخر واضح أن عدد زرات الهايدروجين 12 ذرة هايدروجين إذن يجب أن نضيف إلى الطرف الآخر 12 جزيئ ماء ونضيف نفس العدد ولكن أيونات الهايدروجين أي أن نضيف 12 أيون هايدروجين إلى النواتج الآن أصبحت ذرات النايدروجين موزونة ومرة أخرى تفاعل الأكسادة لا يحتوي على أي هايدروجين الخطوة الرابعة هي وزن الشحنة واضح أن عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل الاختزال كما ذكرنا هو خمسة إلكترونات ولكن ضربنا عدد ذرات النايدروجين في اثنين إذن يصبح عدد الإلكترونات خمسة المفقود بينما في تفاعل الأكسادة الشحنة من صفر تحولت إلى موجب اثنين إذن عدد الإلكترونات هو اثنين لوزن الشحنة يجب أن نضرب هذه المعادلة في خمسة ليتساوى عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة عشر لكل تفاعل الخطوة الأخيرة هي أن نجمع نصفي تفاعل الأكسادة والاختزال ونجري الإختصارات اللازمة ونحزف الإلكترونات وبذلك يصبح عدد الزرات متساوي ويمكنك أن تتأكد من ذلك بأن تحسب عدد الزرات في المتفاعلات والنواتج خمسة ذرات كالسيوم في المتفاعلات وخمسة في النواتج، ذرتين نيتروجين في النواتج وذرتين نيتروجين في المتفاعلات ست ذرات أكسجين في المتفاعلات، وست أخرى تصبح 12 ذرة أكسجين، بينما ذرات الأكسجين في النواتج هي أيضاً 12 بذلك تصبح المعادلة موزونة وبهذا ينتهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمياء الكهربائية في دروس لاحقة